أعزائي المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلاً طبعاً اليوم بعد انقطاع وأنا آسف كتير كتير عن قطاع النت عندي صار مشكلة من يوم السبت وحتى حكينا مع الشركة والشركة ساوتنا موعد مع المهندس حتى يجي يشوف الوضع فأنا آسف كتير وطبعاً هيئة ويظهر من دعوات أصدقائنا وأحبابنا المسلمين يعني بعد ما سوينا حلقة عن اغتيال الملحد اليمني عمر فيظهر دعاء استجاب هالمرة ولكن لفترة قصيرة يعني لم تطم على كل حال خلونا نرحب بضيفنا الملحد العراقي حسين الراضي أهلاً وسهلاً فيك حسين أهلاً بيك أستاذ أهلاً بيك أهلاً وسهلاً أهلاً قبل ما نبدأ حسون خلينا نقول نشوف العالم اللي خلفك يعني حكينا القصة شو شو ليش فكرت هالتفكير تحط اكس على البتاع أول شي أحب أقول باسم الإنسانية أحيي كل المشاهدين اللي جاي ترؤوننا حالياً أشكرك لأنه فكرت بهذا البرنامج تخلي لنا نقول أصواتنا أعرف فايا ناس أنه تحب تقول صوتها لكن متخوفة فهاي خطوة جيدة أنه سمحتنا أنه إحنا نجهر ونغرد بأصواتنا أما بالنسبة لهذا العالم كنت أفكر أنه إحنا متعلمين أنه لوكيشنات وكذا وبيتشي فحبيت شي مميز يكون اليوم بالحلقة كنت حاب أحمل علم بلدي لكن كان زعجني اسم المدعو الله فمحات كنت حابب أكتب وطن أكبر لكن للأسف الشديد ما كان عندي الوقت الكافي فلغيت اسم المدعو الله ووقع أكبر برافو 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 عبد يعني أنا أحييك بس أنا أشجعك إذا يعني في أي لقاء آخر حط الوطن أكبر هو العلم الحقيقي يعني الوطن هو الأكبر من كل شيء الوقت ما كان كافي أكيد أكيد بس بالمرات القادمة أكيد الوقت رح يكون كافي طبعاً أصدقائي أنا آسف كتير على حلقة الأخ أحمد حرقان بيوم الأحد ومبارحة كان لازم يكون معنا للأخ سليك يعني الملحد السوري سليك يكون معنا كمان يعني أنا آسف واعتذر لن واعتذر لأصدقائي بشان التأخير هذا وعلى كل حال هاليومين ثلاثة رح ننسق كمان ونرجع نساوي الحلقات هاي ويجب التأخير كمان العادي لننتوقف طيب أخي حسين خبرنا أنت قالت لي موضوع فيلم كنت نساوي عن محمد أحفاد محمد خلينا نبدأ من هون وبعدين نرجع لأسئلتنا العادية الطبيعية ونشوف نعم نعم أنا مبدئيا درست أخراج وتمثيل تمثيل مسرحي لكن بعدين حولت للأفلام القصيرة أنه كان عندي واهز أنه أشتغل أفلام قصيرة وكوّلنا كبروك بالعراق من توجد بالعراق فاشتغلنا هيتش أعمال لكن بالعراق ما شنت أقدر أطلق أعمالي أو الأفكار اللي كانت موجودة صعب نشتغلها بالعراق لكن من طلعت من العراق أجيت إلى تركيا سويت ثلاث أفلام الفيلم الأول اسمه أين الله نزل على اليوتيوب بعدين انحذف بعدين نزلته باسم الثورة والفيلم الثاني اسمه أحفاد محمد صار أكو مشكلة بين المبنون والثليل أنه اعترضوا على أحفاد محمد فسميتها الأحفاد يحكي على الرجال الدين وهواسهم بالجنس تمام طيب خلينا نبدأ بأسئلتنا التقليدية وخلينا نعرف الناس على حسين الراضي مين حسين الراضي؟ يعني بدنا بطاقة شخصية هيك مختصرة مين هو حسين الراضي؟ نعم أحسين الراضي عراقي بصري يعشق بلده يعشق العراق ملحد صار ملحد ولو أنا ما أحب عبارة الملحد أحب الإنسان أكثر من كلمة ملحد لكن صار ملحد لأسباب عدة أحب أقولها دائماً يسألوني أنت ملحد فأظل محتار أجعوب آلي ملحد له آلي إنسان فدائماً يقولهم آلي إنسان لكن إذا أجيت أعرف نفسي نعم أنا ملحد لا أعترض بوجود هذا الإله ونبي الإسلام درست ملحد فنون وبس هذا أنا يا سيدي أهلا وسهلا فيك أخي حسين يعني هو بصراحة الملحد إنسان بالنهاية يعني صحيح بغض النظر عن كل التصنيفات يعني الملحد هو إنسان هو ينادي بالإنسانية أصلاً يعني يبعد عن كل التصنيفات الطائفية والخرافية والقومية وهذه المسائل السخيفة طيب حسين خلينا نبدأ بالطفولة كيف تربيت مع الدين كيف أهلك ربوك شو كان المجتمع مثلاً حواليك مدى الإيمان الموجود مدى التوغل الديني خلينا نقول في عقول المجتمع اللي حواليك كان وكيف شربت الدين نتمنى تفضل بصراحة اليوم قررت أقول شغلات هواي ناس ما تعرفها عني لكن اليوم أنا رح أقولها نشأت عائلة صغيرة متكونة من أم وأب وأخذ وأخذ يعني ثاني ولد وبنية أبويا من البصرة بصراوي أنا بالأصل من قبيلة بني تميمي نشأت أنه عائلتنا شبه متفككة أنه أبويا وأمري دائماً مشاكل ودائماً طلاقوا وبعدين يرجعون وبعدين طلاقوا وأبويا كان شغلة ضد النظام صدام فللمعلومة اللي هواي ناس ما تعرفها أني سافرنا لإيران بقية 13 سنة بإيران رحت القوم والمشهد والأسفهان والطهران والستقراري كان بدار الأيتام فنشأت بدار الأيتام وكانت طفولة مأساوية جداً بالنسبة إلي لأنه تفرقنا عن أنا وأمي أو تفرقنا عن بعض وأنا رحت عشت بدار الأيتام وبعدت عن أخواني فتشبعت ويا أهل العمايم ويا أهل العفا والشرف طيب طيب المجتمع الديني كيف كان يعني كيف كان حواليك مثلاً التدين كيف علموك الطفل مثلاً الدين لأوين وصلت شو كان نظرتك للدين كطفل يعني بصراحة كنت من طفولتي مغروس بشي اسمه فن وبشي اسمه مسرح وكنت أحب أنه أكون شوان أقول لك أحب أسوفة شيء بالفن يمشي بدمي فكنت بعيد جداً عن الدين ما كنت أحب أعرف هواية عن الدين ولا أحب أحشي به لأنه المشلمة قالوا وأني بطفولتي كنت يجبروني إحنا ندرس القرآن ويجبروننا إحنا ندرس أهواش أنا ما كنت أحبها بلش تفكير أنه من هو الله وأني طفل وأني صغير وأني طفل أول ابتدائي المشكلة بلشت ويا ميولة جنسية كنت حابب هذا الإله كانوا يحببوني بهذا الإله بس من واعت صارت أشوف شغلات هواية متناقضة بي آني شخصياً تجربتي بحياتي آني شخصياً طيب أنا ليش هيتشي إذا هو بنزل علي بدستور أنه أنا لازم انقتل وأني لازم أجرمي وأني لازم طيب وين هذا الإله إلا عنده تسع أو تسعين اسم ليش هيتشي ظالم وياً؟ بظهر لي كنت أفكر هذا التفكير نعم أكمل تفضل أخذ راحتك يعني بعدين شو أمنت أنت كنت مؤمن حقيقي مثلاً تتقرب كيف تتصور الإله بس بدي أسأل معك يعني مرحلة الإيمان بداخلك وين كانت وين وصلت مرحلة الإيمان وصلت بي إلى مرحلة أنه أنا صرت أروح أصير درويش عندنا هناك مكان طبعاً إحنا رجعنا سافرنا لمصر كملت دراستي بمصر وبعدين رجعنا للإراق من رجعت للإراق بألفين وثلاثة هنا ببلش موضوع أنه أنا أريد أكون قريبة رب العالمين أريد أفهم هذا رب العالمين أنا خلل لأنه أنا شاذ أنا شيطاني قوي فلأنه دائماً الأماكن اللي جنس أروح لها أو الشيوخ اللي جنس أروح لهم أقولهم أني عندي مشكلة صدقوني أني مريد أعصى رب العالمين بس أنا بداخلي أنه أحس بداخلي أني مختلف دائماً من قلت أقولهم أنه اللي يسموني شاذ وأني أمين النفس جنسي جأساً أسمح كلمة الله وكفر استغفر الله فدائماً كانوا يحسوني أنه أنا لا أنا من حطب نار جهنم وأنت شيطاناً قوي ولازم تتقرب رب العالمين فما خلت أحد ما رحت لها تخيلت أنه أنا صارت درويش أروح أدرويش وأروح أصيح الله حي وممكنت أروح للجامع أحب أنه فتشيها ربي يخلصني من هذا الإنسان الوصخ القذري اللي بداخلي فبقتي أنوية صار عندي قلق أنو ليش رب العالمين قعد أسأل نفسي حسين وهو أنت تصنع هذا الشي لهذا الشي بداخلك قعدت أباوع على طفولتي وأني صغير من رحت للروضة أو رحت الصفة الأول الابتدائي كان موضوع غريب أنو أنا اندمج ويا أطفال ولد فكنت شايفة شي غريب أباوع ما لجمت أني أحب الأبوي الولد أحب عندي صديقاتي أحب أروح والأبوي صديقاتي اللي أريد أقول لك يا ما كان تصنع ولكن للبيئة لها تأثير أنا ولدت هيتشي من بعد التأكد أنا ولدت هيتشي من بعد ما سويت بحوث علمية وتناقشت ويا أطباء موجودين ومن أكبر الأطباء اللي موجودين بأرفة أنا إنسان طبيعي فبلشت أبحث على هذا الرقب من هو هذا الرقب ومن هو محمد مرهوم ياريت أحساني ياريت تحكي إنا رحلتك مع هذا الرقب يعني لما بلشت بالبحث عنه نعم كيف بحثت عنه نعم بصراحة هواي ناس تفكر أنه كل الملحدين يجب أن يكونوا قارئين لكل الكتب الإسلامية وكل الكتب العلمية أنا شخصيا في اعتقادي أنه الملحد إنسان طبيعي هي عقيدة بداخل الإنسان هو منطق يشتغل عنده فهواي ناس يقول لك هذا قرار الكتابين وجاي صار براس ملحد اللي عارت أقوله كنت ما أحب القراءة بس كنت أحب أتابع وإذا شفت فد نقطة محددة أرجع للقرآن لأنه إنت مذل ما تعرف سنة وشيعة ومعرف إيش هم متخاربين وصير بناتهم ملحمة فما كنت أقدر أخذ الحقيقة من منه فدائماً كانوا يقولوا لي أنه إنت لتجأ للدستور العظيم القرآن فدائماً كنت أرجع له أكثر شخص ساعدي هو بردامج سؤال جريء مع الأخ رشيد وإضافة إلى هذا صندوق الإسلام مع عبدالصمد عبدالصمد نعم، بلشت أنه أباوحي البرامج بلشت أبحث بالحرآن بلشت أشوف بلشت أنه قاري ابن تيمية قاري شفت أشوف أحاديث عيب قمت أشوف أطلعت أتعمقت أكثر بأكو أحاديث أنا بلشت أريد أشوف حقيقتي أنا وين بس من بعد ما أخذت بهذا المكان لقيت مكان لا لقيت ظلت مصدوم كل ما أشوف أو كل ما أسمع قصة أو كل ما أفوت القرآن وأشوف تفاسيرها أنصن فبلشت إلى مرحلة أنه أنا منه ليش هي تصارت فبالفعل قدرت أتخلص من عنده مع كل المشاكل اللي صارت لي خسرت هوايا أصدقائي بسبب أفكار وبسبب أسئلتي خسارة أهلي كل عائلتي خسارتها بسبب ميولي وبسبب فكرة الحادي وفكرة تركي للإسلام أنا أظن 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 يعني هو ما مفروض نقول ميولي هي طبيعتي هي طبيعة هي ما هي ميول أصلا يعني ما هي شغلة أميل إليها هي طبيعة طبيعة الإنسان هيك يعني صح فما أظن يعني واحد داعي يقول ميول طيب حسين يعني أنت بها المرحلة كيف بلش بالشك بلشت بالشك من كتب الإسلام بلشت شك من القرآن بلشت شك من رجال الدين بلشت شك لأنه شون أقول لك بلشت شك أقرأ قصة محمد من هو محمد لقيت إنسان مريض وذكي مرضه وذكاء بلشت أبحث عن حياة محمد بلشت أقرأ القرآن وأكو ناس تدعمني وساعدني لأنه أنا قلت لك ما أحب هوايا القراءة لكن أكو ناس تدعمني وساعدني وبعض منهم هم مسلمين يعني أنا من أخابر شخص مسلم مؤمن فأقول لك أساعدني بهذا الموضوع أو هاي الآية فبلشت إنه لقيت اكتشفت إنه رب العالمين ذاكر أدب التفاصيل وأترحه وعايف مواضيع كل شي كبيرة ما مصلت تدعم عليها لقيت هذا الإله هو إله منافق لقيت هذا الإله كل من اللي التجي يقول لها كلام شكل وكلام مضحك لقيت هذا الإله هو معاق لقيت هذا الإله ما عنده ذرة إنسانية بصراحة دائما عجبني ذكاء محمد دائما أشيد ذكاء هذا الإنسان لأنه كان ذكي جدا عرف كيف ممكن يتصرف والحاشية اللي كانت يبما عرفت شلون ترفع اسم هذا الشخص وتطلع من عنده مادة دسمة وتعيش حياة برفاهية فالنقطة اللي تواجع قلبي هواية هواية أول ما بلشت أعلن الحادي قدام الناس كلها من أشوف باسم هذا الرب الحقير باسم هذا الدين الوصخ أكو أرواح دا تموت أكو أرواح دا تموت دائما يقولون أنه أكو نقطة جدا مهمة اليوم أنا أريد أقولها أنه يجوز هواية مسلمين مختلفين ويا داعش لكن الشي الوحيد اللي متفقين عليه سنة وشيعة وإسلام وداعش بأجمعيه هي قتل المثليين كل اللي جاي يصير حاليا إحنا عدنا بالعراق ممكن شيع يموت على عقيدته وسن يموت على عقيدته لكن هذا الإنسان المشكلة ما عنده عقيدة يموت عليها ولا نسوي شيء هذا الضحية دا يموت بسبب طبيعة مثل ما قلت كثيرا لنقل ميول فلازم كان أكو شخص يطلع يقول ستوب كافي كافي تلعبون على الفكرة وكلهم كلهم الحد قبل يومين طبعا هذا البرغنامج دا يتابعني بدون أن الأسماء شخص نزلت الإعلان مالة البرغنامج صعد كان يقول لي هو موجود بالمنطقة أو المحافظة اللي أنا موجود بيها هو شخص صديق عادي قال لي ممكن أتناقش وياك فقلت له أوكي تفضل إذا تحبك عن فضل البيتي طبعا هو هدا يشوف الحلقة حاليا فهو صعد فات يمي دا يريد يحكي لي عن الإسلام وعفوية الإسلام وأنا فهم الإسلام خطأ بهاي الأثناء عندك الباب إجا شخص ثاني اللي هو صديق صديقي سني وهذا شيعي فقالت سمع النقاش فقالي سألت سؤال واحد أثنينهم حولوا علي كأنما يقدوني أكلني فكنت أريد أتخلص فلعبت لعبة محمد ولعبة لعبة كلش حلوة قلت للشيعي بس عندي كان سؤال إليك دين الإسلامي يقول المسيح بالناغلو بالجنة فرأسنا قال الشيعي أكيد أكيد بالجنة لا أكيد الأديان طفر علي السني كان يقول لي أنت بنقول لك إذا فهم الإسلام خطأ وصار حوار وجدان وأنا قاعد أجيب بالنهاية وصلوا إلى اتفاق الشيعي قلس لني أنه أنا شاك أن الحرآن محرف وقاعده ونقرأ بينهاتهم وطلعه فهذا اللي صار قبل يومين تحديدا طيب أحسين أنا بس بدي لما أريد سيرك محمد شو المواقف خلينا نقول أو الحوادث اللي خليتك تفكر كتير بالجرائم محمد أو يعني الشغلات اللي خليتك تفكر أنه ما هو معقول هالحقائق هاي هالتصرفات هالحوادث هيتكون يعني شيء إلهي شيء في معنى وقوبية ولا معنى روحانية ولا بهالمعاني هاي شو هي الحوادث اللي توقفت عنده يعني؟ فبعا بصراحة هنا هوايا كلش هوايا يوجع عن القلب وصلت إلى مرحلة أنه أشمئز من أسمع اسمه وسيرته لأنه بعيد كل البعد عن كلمة إنسان لازم ما نطلق عليه هذه العبارة لأنه الإنسانية ما بقلب هذا الشخص عندي شغلة واحدة دائما أحب أقولها وأسألها أنت تزوجت؟ دائما يقول لك كان في ذلك الزمان يحب يلم تزوج فلانا على مود يتقرب أو يقرب ملتها الملتة والحارب فلان وقتل فلان على قولة دكتورة وفاء سلطان مكاح صلى الله عليه وآله وسلم فالنقطة اللي وقفتني زينب بنت جحش كنها بصفحة وهذا الحادث بحياة محمد هزلي كياني معقول أنت غريستك حيوانية طيب هل ممكن أنا أعتقد أني اليوم مثلي الجنس لكن مو حيوان أنا مثلي الجنس بالعربية أنا شاذ جنسيا لكن بداخلي أكو إنسانية إذا شفت شخص شخص كل شعر ووو كل شكل حلو بس ويا زوجته صعوب أنا أباوة أنت إنسانية صعوب أنه أنا أخيل علي إحنا نسميها أخيل علي يعني يباوة عليها بانضوع جنسي ويا ما عدت كنتبني فهذه كانت أقوى قصة أو حدد في حياة محمد دائما كنت أسأل ليش خلص زيت هاب نورتك وزوجناك وبعدين هو زيت هو اللي راح خطبها إليه شنو هالدكتاتورية اللي كانت عنده طيب هون بصراحة فيه موضوع كتير يعني أنا بالنسبة لي مو شغلني كتير ولكن يعني يتوقف عنده العقل اليوم مسألة الحب يعني اليوم لما الإنسان بيكون عنده مثلا كشة نسوان مثل محمد يعني بوقت واحد فيه سير بتقول تسعة وفيه سير بتقول يداعش وفيه سير بتقول توتعش يعني حسب الهبة فهل من المعقول هل إنسان هذا ممكن يعشق يعني مسألة العشق والحب الغريزي هل ممكن إنسان يعشق أو يحب كل هالعدد هذا في وقت واحد ماذا رأي يقدم الموضوع؟ نحن لاحظ إنه محمد تزوج خديجة وهي أكبر من عنده في هواية ومن بعد خديجة كانت متزوجة فكل تأكدي إنه محمد كان مريض نفسيا محمد ماتت في خديجة هواية أمور تغيرت بحياته صار حيوان غريزة حيوانية عنده هاد الشخص صار شي اللي يمشي بدمه هو النكاح فكانت عنده 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 يحب يكون متميز دائما لأنه عاش طفولة جدا تعيسة فدائما يحب التميز ويحب إنه يكون هو إلي اسم لأنه حتى كان مشكوك بنسبة ولحد ما كبر وكانوا أكو ناس ما تريد تربط اسمها باسمه كعائلة ولا قبيلة فكان دائما يحب إنه يكون هو المتميز دائما هو رسول الله يعني كل الرجال هو مختلف فحس هو مريض في ذاك الوقت لكن أكو زمرة أحنا نسميها بالعراقي هي الحاشية هي اللي رفعت من عنده وهي اللي سوت لهذا المكان إشقد ما أريد أحكش عن هذا الحيوان أعتقد هوايا زملاء راح يجون ورايا ويقعدون على هذا الكوكسي وهذا البرنامج ويحشون عنه بعض أكثر لكن أحب أستغل برنامجك اللي هو أنا متأملة شي تشبير أحب أحكي عن القضية اللي دمرت كل حياتي واللي خسرتني لأكو والماكو واللي خلتني أنتحر اجتماعيا في المثلية الجنسية أحب أوجه رسالة من خلال البرنامج جمالتك لكل المثليين ما يستحق هذا الاله أنا معك أعبد ما شئت لكن منطقيا ما يستحق هذا الاله أنت تعبده لأنه هذا الاله قال عنك أنه أنت حشر يجب أن تسحق فهذا الاله يجب أن لا يعبد وهذا الاله محلل قتلك أطلع وطالب بحقوقك أنت إنسان تستحق الإنسانية أنا سويت حملة لصبوحدكم لمساعدة المثليين العراق والعرب عندي حالات يوكثة إلها أنه أخليكم أسبوع واحد أستاذ بالبيت شمالت الحملة أكو حالات يوكثة إلها موجودة حاليا بالموصل وموجودة حاليا بزاق وبالعراق كله أكو حالات يوكثة إلها أكو ناس لازم إحنا نوعيها ونفهمها أنه أنت أطلع من هذا القفص اللي ربك شما سويت لمراضة عنك؟ ربك شما سويت لمراضة عنك؟ سواء كنت صمت زكيت خمست أي شيء أنت حطب من حطب جهنم ليش خلقتني؟ ليش خلقتني وخليتني آلم مكروه اجتماعيا ودينيا؟ ليش كرهتني بالناس كلها؟ فهذا الاله اللي أنتو جاي تعبدونا هذا خرافة طلعوا خليكون عندكم ثقب نفسكم من خلال هذا البرنامج المحترم أقولكم طلعوا عنوصاتكم وقولوا إحنا موجودين واتجهروا سواء بمثليتكم وبإلحاتكم لأنه هذا الرب لا يستحق أن يكون بهذه بالضبط بالضبط حسين هذا اله السادي لا يستحق الاحترام نهائيا أنا بدي منك حسين يعني أنا بعرف حكيت معك وقلت لي في عندك نشاطات حملات لرعاية الأيتام حملات مع المثليين هالحالات اللي أنت ذكرتها حالة من شوي يعني أنه حالات مثليين ياريت تحكي لنا عنا تحكي لنا عن هالحالات هاي تحكي لنا شوي عن نشاطات شو الحملات اللي سويتها وشو النشاط الآيين فيه أنت تفضل حاليا من بعد خروج من العراق أطلقت حملة بعنوان حملة لستم وحدكم هي تزعم وتساعد مثليين العراق والعرب الحمد للعقل أنه الحملة صارت عربية وقدرت أساعد ناس من لا شيء أطلحهم ويعيشون حياة حلوة الفكرة أنه طلعت براسي وان شفت ثنين مثليين سواء بالموصل وبعدك وغير محافظة بالعراق سيش شنو اسمها من مغمضين عيونهم ويشمرونهم من فوق فلثواني اجت غريزة الممثلب داخلي وتخيلت نفسي أنه آني بمكان هذا الشخص شنو رح أفكر فاكتشفت أنه أحساس فضيع ومؤلم جدا أنه إنسان ينظر إنسان ينقتل مو على مود عقيدة ولا على مود أي شيء إنسان ينقتل على مود حب بداخله إنسان ينقتل على مود على مود طبيعته طبيعته يعني هاد هاد الإنسان هيك يعني يشوف مخلوق هيك يعني ما بقى أول مخلوق ولكن ولدان هيك يعني هي الطبيعة يعني الحقل ما يتحمل إنه رب 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 بشري على أساس رب خلق أهل بشر هاد يخلقون ويعاقبون على خلقته يعني فإن هذه المشكلة اللي دائما 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 ولازلت إذا دائما أباوع وأصفن بينه وبين نفسي وأباوع للسمة السؤال اللي يختار ببالي ليش؟ أكثر سؤالي يوجعني من داخلي ليش؟ ما ضايك هذا ولا سالب ولا متأدى على أحد ولا متجاوز على أحد ليش؟ ودائما بلشت أسأل هذا الرب الحقير ليش خليتنا بهذا المكان؟ دائما أسأل هذا الرب الحقير ليش أنت حللت قتلي؟ ليش ولدتني؟ دائما نقول لك أنت أول ما تنولد قصة حياتك موجودة على قصتك أو رب العالمين يعرف أو يعلم ما بالغيب؟ يعني أنت تعرف أني راح يكي أسوي؟ يعني أنت تعرف أني راح أكون شاب جنسيا؟ دائما كان السؤال ليش؟ أكو هواية ماتت بالإعراق ناس على مود مثليتها الجنسية؟ أكو ناس ماتت كانت عدها أحلام؟ أكو ناس ماتت كانت عدها طموح؟ أكو ناس ماتت كانت تريد أن تعيش بسلام؟ أكو ناس كانت ما تعرف شو يعني الإسلام ولا إلها أي علاقة بيه بمجرد هو بالجنسية إسمه مسلم؟ لكن مات على مود مثليتها الجنسية؟ مات على مود تحب بصدق؟ مات على مود يعيش حياتها مثل ما هو يريد؟ فخرب هذا الربء اللي حل القتل إنسان بريء وخرب هذا الدين ومحمد لأنه إنسان كلبه مفترد أكو حالات يوقفين حد الآن موجودة بالعرق أنا ما قدر أسوي لها أي شيء أكو ناس لا بدأ ببيوتها بمجرد أنه يخاف يضحك شنو هي الحياة غير الإنسان يضحك من كل قلبه؟ يخاف يضحك لأنه خاف يبين مثلي الجز لا يكون أحد للأسف حد الآن وقفوا إيانا أو ساعدنا كلها متغالية وحتى أكون إعلاميين ناشطين يخاف يزج اسمه بموضوع تخص المثلية الجنسية لأنه راح تنضرب مصالحة وأعرف كلها أعرف على فكرة هؤلاء ناس مثليين من أصحاب المناصب بس يخاف يتكلم بها للأسف الشديد ده أخي حسين للأسف الشديد دين دين بشرد الملايين وخلف الملايين وخلى أمم كاملة في إنحطات لا مسيلة له يعني يعجز اللسان عن تعبير عن هكذا تخلف للأسف الشديد وصلنا إلى مرحلة بعيدة جدا عن الإنسانية ونحن واجبنا أنا وإنت وكل الشباب والأصدقاء واجبنا أنواعي الناس هاي الخصوص المسلمين اللي عادينا عم يسمعونا لك يا جماعة فكروا فكروا شوي منطق يعني إله يخلقك متل ما بده بشان يعاقبك على خلقته يعني كيف كيف فهمني يعني كيف فهمني يعطيني عقلك وفكر معي إنه إذا كيتب لك كل شي بالبطيخ هذا تبعه باللوح المخروط هذا يعني إذا محفوظ هو كيت وبإيده إنه راح يصبح ليش يعقبك على شغل كتبة يعني أنا أصنع اليوم هالكمبيوتر هاد أو أصنع مثلا ساعة منبه أقول لي تنبهني الساعة ستة الصبح تفيقني الساعة الستة الصبح وحطة عايرة على الساعة ستة الصبح ولما تيجي تفيقني الساعة ستة الصبح وما أكسرها ليش فيقتني الساعة ستة الصبح شو هالمنطق الإعواج يعني منطق ما في منطق أصلا يعني طيب أحسين ، بس أنا بتذكر أصدقائي يعني شي ربع ساعة كمان أو ربع ساعة كما بحافتح لسكايب ياريت شاركونا وأنا بتمنى مشاركاتكم طبعاً كالعادة تغنونا الحلقة ونتناقش وبلكن نوصل رسالة لهالناس هاي النايمة بهالنحطاط هذا للأسف الشديد يعني المستنقع الوسق عايشين ويعني مشايفين القتل والدمار كله من وراء الدين هذا حسين انت فكرت تعلن لحدك أو فكرت خلينا نقول مثلاً تعتنق ديانة تانية يعني لما شفت وحشيت الإسلام خلينا نقول وبصراحة كنت خايف أول ما بلشت أنه عرفت الإسلام على حقيقة كنت مو مواشرة يعني من أجيك بحثت بالإسلام وبالقرآن وأكو ناس ساعدتني مثل ما قلت لك كان عندي تمسك بهذا الرب قمت أشكك بمحمد بقرآن محمد بلشت أنه ممكن محمد القرآن محرف ما يدرع عليه هذا الرجال بعدين وصلت إلى يقين لا محمد مريض وكذا كذا كذا وكل ما ذكر هو حقيقة بعدين فكرت أنه أطلع من هذا الدين فرحت للمسيحية شخص مسيحي قعدت لقيت المسيحية أطقع من الإسلام لقيت المسيحية هي عبارة عن زورة قاوة وبالانة شي حلو معلومة فشي نفس الشي الإسلام صوتهم عالي المسيحيين خافضين الصوت ويسروا إن شاء الله من جو اللي جواب وتاريخهم معروف فهنا نباوعت أنه طيب لازم أنه شايف أنه متتعلم على الشي لازم أنت تؤمن بأحد أو تحلف بأحد أو تدعو إلى أحد فكنت ما أقدر أعوف وأكثر المسيحين حالياً راح يعيشون نفس هذه الإحساس إلا وكان عندها تشكك بمحمد وبحث عن دين محمد وحب يترك الإسلام فإحنا كعرب نشتاق إلى العبودية نحب العبودية نحب واحد يعبدنا وإذننا نحب نتوسل بأحد فكنت أنه ما خاطر بالي أنه أبحث عن هذا الإله أو ما أقدر أقول هو ما موجود ودائماً أقول بينه بين نفسي ممكن محمد كذاب أو مكرت بلا وأنا محمد بس بعدياً من بعد ما رحت للمسيحية اكتشفت أنه هذا الرب واحد نصاب هذا اسم معروف يعني برادو على الأول واحد طلع وقال أكو رب هو فوق يعني يعني يعجبني ذكاءهم الخارق فحاولت نعم حاولت أفجأ للمسيحية لكن من بعد نقائي ومن بعد سويت دراسات أو شكم دراسة شفت أنه لا خليني لا ديني وبنثم لا دينية باوعت هذا شفته لا شفته هو مسكين يعني هو مسكين هذا الوهم وما يدعون به اسمه الإله هو مسكين هو معاق فخلي تعقو أحسن يعني نعم هو للأسف اختراع بشري وكان حاجة بوقت من الأوقات كان حاجة بشرية يعني فنولد هالاختراع وستغل استغلال البشع ويعني والتوارثته للأجيال واستغلالاته لحد هالله شايفينا يعني هالناس العصات المشايخ هدوليش عمساوا حتى الزعماء السياسيين يعني يستغلون هن أكبر منحبين خصوصاً لزعماء السياسيين يعني لأسف صحيح صحيح النقطة اللي هي أهم أنه دائماً كنت أتوقع أنه الدين أو العقيدة تجمع الإنسانية تنشر الحب والسلام لا اليوم تعرف ليش صارت كلها واليوم أنا موجود وجاي أقول أنه الله ماكو وغيري رح يجي يوم يقول الله ماكو لأنه أطول كانت شغلات مدثورة محددة ليصل لها اليوم التكنولوجيا موجودة أي شي تحب تقرأ أي شي تحب تشوف ولو حدث صارت بالصين قمت تشوفه مباشر فالناس خلص صارت مغشمة ولا يقدر يجي رجل الدين يصعد اليوم رجل الدين أحسى صار عار يستحمني يبسة عمامة هذا إحساسي يعني لأنه خلصوا انكشفوا انكشفوا جوانا بكل تأكيد نعم هن للأسف الشديد هن مجرب بعرصات يعني أنا لن أسميهم بعد اليوم غير عرصات عرصات يعني مثل يعقوب هذا العرصة يعقوب متجوز 22 واحدة يعني متجوز 22 غير كلمة عرصة شو يسميه يعني شو واحد يسميه غير عرصة من يجي يقول محمد نزر الرحمة للعالمين أكو أماكن أرسان جدا طويل أنا فكر دا أقولك فالشي أنه أنا أراجع لتوق نفسي واليوم شربت حابيتين مهدئ على مبلاق أثلت وأصير عرصة وأقعد أسيب بوشم فحبيت أنه أكون هادئ وأتمسك أعصابي لأنه هوايا ناس أذهت من وراء هذا الدين مثل ما قلت لازم كل المثليين على الأقل اللي أنا تقريباً أمثل جزء كبير اللي أعرفهم سواء موجودين بالعرق أو بالعالم العربي أقولهم طلعوا من هذا السكوت وطالبوا بحقوقكم طلعوا من هذا الدين على ما تعيشون حياتكم مثل ما أنت أكيد 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 يعني بصراحة ليس فقط المثليين أو كل إنسان الإنسان بطبيعته يا جماعة هو الدين هذا الشر على كل إنسان يعني غير المثلي والإنسان المثلا الإنسان الغير مثلي يعني الإنسان مثل ما أقوله الغير مثلي مبادرة يعني أسمي غير اسم يعني كل إنسان كل شخص مهما كانت طبيعته مهما كانت توجهاته شيء هالدين هذا يعني خير ببيوت الناس كل هذا يعني كل الناس اللي موجودين عنا مضطهدين يعني بشكل من الأشكال إن كان من قومية أو من عرق أو من طائفة أو من كل شيء كله كله مضطهد يعني للأسف الشديد من وراء الدين هذا والمستفيد الوحيد هالسياسيين والشيوخ يعني مثلا حسان واليعقوب وادول يا جماعة بيركين بقصور على شو مهمتهم في عندهم مهنة غير الدجل والكيب والخرافات هاي صحيح طيب خلينا نروح يعني على حملة إجهر الحملة هاي شو رأيك فيها كيف تقيمها بصراحة حملة تشبهني لأنه حملة فريدة وجريئة جدا وكسرت كل الحواجز وتحدت هوايا ناس وهي باب للتحدي فأنا بطبع أحب التحدي فهي تشبهني الحملة راح يكون لها أصداء جدا كبيرة لأنه انت فتحت باب هوايا ناس تأكد يشوفونا حاليا أو راح يشوفونا بعدين بالتسجيل يتمنون يكونون بهذا المكان يقولون أف ليش ما قلتهيج يقولولي أو ليش ما قلتهيج فأنا كلهم أدعوهم لهاي الحملة الحملة تطلع بداخل الإنسان وتكسر هذا الحاجز اللي موجود داخلي أو داخل كل إنسان وبدل أنا بأكد على أصدقائك مثلا وعلى كل أصدقائنا بدل ما يقولي لك ليش ما قلت هيك خلي هو نفسه يجي يحكي تعووا يا جماعة أحكوا أحكوا خلونا نحكي خلونا نسمع صوتنا لأنه نحن زما حكينا هدول هدول الجهل هدول بديتموا جهل بديتموا يعني الجهل يدوس يدوس على كل شيء بجهل الجهل هو يعني المرض السرطان الأساسي لازم استقصاله من مجتمعنا كامل طيب خلينا نروح مثلا لحقوق الملحدين أو حقوق كل الإنسان الغير يعني الإنسان الغير متدين يعني خلينا نقول المختلف الآخر كيف نقدر يعني ناخد هالحقوق كيف نقدر نوصل صوتنا أنه ناخد حقوقنا يعني الحقوق لا تعطى بصراحة هن لن يعطونا شيء هن مرتاحين ومبسوطين على القتل والدمار وهم يعني يتوضعون من دمائنا ويشربون من دمائنا صحيح فكيف نقدر نوقفنا عند حدهم كيف نقدر نوصل صوتنا ناخد حقوقنا مثل نقول وشو هي حقوق الملحدين خلينا نقول نعرفها يعني مثل ما قلت لك أنه أنا دائما لو صارت إنا حقوق كملحدين فأحنا أصبحنا ملة أو أحنا أصبحنا حزب أو نقف تحت مظلة معينة تدعو للإلحاد لكن خلينا نعدل نقول كمفكرين وخلينا نقول إنسان طبيعي لا يؤمن بأي شيء إلا بالإنسانية كفكر سوي يحب المساواة ما يحب ينتمي الملة محددة لازم يكون إلى حقوق بصراحة لازم مثل ما حضرتك يطلق وهو يناس عندها إمكانية اليوم أنت من لا شيء سوي شيء جميل وأطلقت هذا البرنامج وهو بس أنا متأكد بعد بالمئات راح يجون بهذا المكان لازم يحشون لازم أكو 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 إحنا مشكلتنا نحشي أكثر من ما نسمع فلازم واحد يسمع الثاني ولازم نحشي ونقول لازم نطالب اليوم كل اللي جاي يصيغ لأنه إحنا ساكتين إحنا اللي جاي يخليهوا يجوسون علينا وبنفس الوقت أنا بعض الأوقات أنطهوا عندي أصدقاء بالعرق من الحديد من سمعوا في هذا البرنامج كلش حبوا يقولون كفكر يطلعون داخلهم ويقولون إحنا ليش سبنا من الحديد بس يخافون لأنه راح يمقتلون وخل أقول لهم فتشغلة أنه أنا ببلد تركي هي بلد إسلامي تتبع عادات وتقاليد وبلد مسلم لكن مع هذا أنا طلعت وقلت قال لي ولحد نعم فأتمنى الكل تطلع والطالب حقوقها فرح يكون الكل مفكر أو كل إنسان حر يسمع أو يعلي صوته ما طول هو الساكت ما رح يسير شيء أسف أسف عم بقول فيه تعليقات شوي عنا على الحلقة نعم حبيبنا وصديقنا الرائع يا أمير البحث يقول الحسين الراضي حبي كلنا معك وطبعا بيقول لك تحية الأخ جان وضيفه الكريم في الأخ فيصل بيقول أشعر بالسعادة عندما أرى مثليين أمثالي عرب أنتظر بشغف اليوم الذي أستطيع فيه الظهور في البرنامج يا أخي فيصل أهلا وسهلا فيك وأنا بتمنى بصراحة نكسر حاجز الخوف هذا ونطلع يعني بكفي بكفي خوف الخوف الخوف هو هو العدو الأساسي والمشكلة يعني أصدقانا أهلنا المسلمين يعني يعبدون الخوف للأسف الشديد في الأخ سليق عم بيقول سؤال بكل محبة هل يوجد مجتمع متواصل فيما بينه من الوحيدين العراقيين تحية وسلام من القلب الأخ أحسين الراضي وكل التقدير لكل فريق الجهر بالإلحاب أنا بشكرا كتير لأخ سليق وعنى كل حالة أخ سليق راح يكون ما ضيفنا بالبرنامج أنا يعني بعتذر كان لازم يكون مبارحة معناه ولكن ظروف الخط عندي نقطعه وأنا آسف كتير وبعتذر له كمان مرة تانية وأنا راح أحكي معه واحتمال بكرة أو بعد بكرة نسألي الحلقة معه جميل فالسؤال اللي كان سأله هل يوجد مجتمع متواصل فيما بينه من الموحيدين العراقيين؟ فضل بصراحة أكذب لو أقول لا لأنه أنا أحب أشكر على أشكر هذا الشخص نسي شنو اسمه أكو كروب اسمه العراقيين واللدينيين وبعض الكروبات الإلحادية في يوم الأيام وقفوا جنبي بوقت أنا كنت مضطهت من كل النواحي وقفوا جندي مادياً ومعنوياً أنا لا زال أحب أوجه تحية للأم أمي بالتبني هي رشا رشا موحي هي الإنسان الوحيدة اللي وقفت جنبي لهذا اليوم هي ملحدة تعرفت عليها بكروب ما الملحدين والحد الآن جارية تدعمني وهي متكفلة وكل مصاري في منطلعت من العراق لحد الآن هي متكفلة بإيجاري وأنا هاي الإنسان أنا ما شايفها ومجرد أنه أنا بتواصل إياهم بالفيسبوك فنعم عدنا تجمعات لا دينية وملحدة وقفاتهم مشرفة جداً وناس بقمة الجوارات أنا بتمنى تكون مثل ما أقوله التكاتف أكتر بين الملحدين ويا جماعة بكفي خوف بكفي نضغطة وبكفي يعني هالإزدواجية والمجتمع هذا الفكر النجس هذا خلانا منافقين خلونا نكبه النفاق هذا خلونا نعيش متل ما قال أخونا ومعلمنا كريم العبيدي الملحد التونسي الرائع صديقنا الرائع إنه نحن عمنا حياة وحدة يعني نعيش منافقين متل ما بدن هني أنا بهالصدد أسألك سؤال حسين يعني هلقي بيقولوا لك مثلاً يا أخي انت كلنها طبعاً العرصات هدول الشيوخ بسموه حالاً شيوخ العرصات للمسلمين بيقولوا إنه خلي الحادك بقلبك ليش تظهر الحادك يعني ليش حتى تجهر بالحادك شو بتقولوا الناس هاي يعني بقولك انت عيش حياتك مثل ما بدك بس خليك بالمخفي يعني وفي مقولة كتير بيرددوه إن ارتكبتم المعاصي فستتروا يعني ما بيهم ترتكب المعاصي بس خليك مخبة يعني جوابي عن هذا السؤال لأنه يخافون تنكشف الحقيقة ودائماً إذا تلاحظ رجال الدين صدقني هما أكبر ملحدين لكن ما يدخلوا بطريق ما يقدرون يبجعون من عنده فلو رجع أصبح ملحد ولو تعمق 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 فأصبح شبه داعشي فدائماً يخافون إنه تنشر الحقيقة دائماً يخافون من الإنسان اللي اللي صوته عالي لأنه يقولك هذا رح يضح هذا رح يخلي الناس الشك وبالإسلام حتى الشك حرام بداخلك شكك لا تقوله انت بينك وبين نفسك ما عين عليك حتى الشك ليش؟ لأنه الله حتى عالنوايا يحاسب عندك ملكي هنا وقاعدين زعران لا شغل ولا عمل فحتى عالنوايا يحاسب فيخلونك حتى تخاف تفكر أو تقول ليش؟ أو تقول طيب؟ يخلونك أنت زجاجة مغلقة ما ممنوع تطلع من عدها ممنوع تفكر فكرك خارج الصندوق لهذا هما يخافون لأنه أكون ناس آن يعرفهم مثقفين ويحبون يسلون هذا السؤال بس يخافون نحن عندنا بالشيعة جملة جدا سخيف وأكرهها ذيبها برقبة عالم ويطلع من عدها سالم بمعنى أنه هما الذنب عليهم إذا صار شيء أو هذي يخافون لأنه.. حسيني حسيني قاعدت رددت جملة هاي أنا ما فهمت أموضو جديدي عليه بصراحة جديدة ذيبها برقبة عالم ويطلع من عدها سالم بمعنى أنه الذنب راح يكون على هذا رجل الدين ما طول هو أنطى فتوى أو قالفت شيء أنه هذا حلال فرضا فالذنب عليهم حتى لو كان حرام عد رب العالمين بس الذنب عليهم هذا التبكير دين مضحك للأسف الشبيب دين مضحك الآن أوجه تحية لكل أصدقاء اللي الناشطين اللي بالبصرة الحد الآن ديوزعون أوراق يعلمون بها المشتمع النظافة فصعب جدا تجي تطرح فكرة الحاد ولا فكرة المثية الجنسية إذا أنت الحد الآن دا تعلمهم أنه النظافة من الإيمان وأنه هذا ما يعرف فتخيل هي مجتمع رجعي جدا سوري على كلمة أنا ما أشمل لكل أكو ناس مثقفة لكن كبيئة أنا عشت بيها مدينتي اللي أنا يعشقها اللي هي البصرة الحد الآن زولاء إذا يوزعون بطائق أنه النظافة كذا والنظافة كذا فصعب تجي أنه تفتح حال الأقل فيراد وقت يراد ناس تطلع تحشي يراد ناس تتعب تنسب تنشثم بس بعدين تطلع الثمارة وطلع لنا واحد اثنين على الأقل أنه يتحررون لأسف الشديد يعني نحن نحن ما بقول حكينا ومو بس الشتائم يعني نحن بنتحمل الشتائم ولا وتهديدات في القتل يعني يعني بديني برهنوا أنه دينهم دين رحمة لما واحد بيحكي فلا بل بيهددوه بالقتل يا سنديدكم أتعطي وأعلى ما في خيلكم أركبو يعني ما عديد الكلمتين أقولون إياها يعني لأسف الشديد دائما يقول لك لا اكرهها بالدين ويرجع بعد شوية لك من بدل دينه فاقتلوه يخرب بيت الخرافة هذا يراد الدكتورب نفسي يراد الدكتورب نفسي لأنه لا لا أعترف أنه أنا أروح الدكتورب نفسي أعترف فهو همينعي لازم لازم يراجع الدكتورب نفسي وأي أحد يؤمن بهي شي خرافة وبهي شي عبارات ممنطقية متناقضة لازم يراجع الدكتورب نفسي بكل تأكيد يعني الدين قائم على متل ما قال العرصة القرضاوي إنه لو لا حد ردك لما كان إسلامي يعني بكل تأكيد لما كان إسلامي دين قائم على القتل أصلا يعني الله يهلك أبو هريرة عبنا قلمنا هذا الحديث وخلى الوادم هذا أبو هريرة هذا شغلت كتير كبيرة جدا يعني هذا أنا فكر هذا ذكي ذكي جدا أعرف شوان يعني شغلة سياسية في ذكي يعني سمعتوا رسول الله يقول فلانا 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 قال لك يا معود عندي كمز أنا شوفوا الشي صارت توقف في طريقهم جابه فلانا قال لي شو سمعتها 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 يقول كذا صار عندي تشبع تشبع من النقاشات صارت ما مجبور إنه أنا أثبت الأحد ولا أريد أحد يثبت لي ربه موجود أو صار عندي تشبع من النساب والشتم فنحن لها في شخص اسمه رشيد رشيد كي مكتوب عم بيقول يا حسين تعلم كيف تتكلم ثم يجي وتكلم أوكي لا مؤكي أنا جدا جدا حساس فجاي أتعلم نعم اليوم فباللقاءات الجاية رح أتعلم منعدهم ورح أتعلم منعدكم وإن شاء الله تشوفني مثل الصور اللي أنت تحب تشوفني بيك ورد برجع وكمان كيت بتعليق تاني والله العظيم ستندمون على كلامكم هذا لا إله إلا الله محمد بطيخ الله يعني بدأ كلامه بالتهديد يعني شو لازم أردلك يعني أقول لك إيه والله بدي أندام على شو على الحمار الطائر اللي فرجاك يا محمد تبعك ولا عن نسوان اللي اقتصروا لنبيك على شو بدي أندام؟ على الانحطاط الموجود عندك؟ ولا بمفكر البردكتور؟ كم نك زالي ما وصلني أول شيء؟ أحب أقول شكرا لأنه جاي تتابعنا وجاي تتعب نفسك ومتابع البرنامج هذا الشيء احنا جداً فرحانين بي بالنسبة للسبوشة المارتك أنا جنت قبل لألحد كنت أحب أدور على مبارغات وأحب أناقش الملحدين وأسبهم وأشلمهم لأنه ما عندي كان دليل أنه أناقشهم بي بالمنطق فكنت أسب فأنت طريقك نفس طريقي قريباً جداً راح تطلونها هاي هاي الفكرة يعني المسلمين جماعة أول ما بدخلوا بشوفوا بيبدأوا بالمسبات والشتائم بعدين بيقول لك يا أخي راجع ولا تراجع نفسك وهالحكي هذا بعدين تلاقي بيفهم الحكاية وبيفهم الموضوع لأنه ما كان يعرف شيء المشكلة المسلم إنه ما يعرف دينه لو يعرف دينه لما اعتنق الدين هذا لما بقي فيها الدين هذا اللي سواني يعني فكر عطي عقلك نص ساعة نص ساعة بس عطي حرية التفكير لعقلك وفكر بمسأل دينها فضل اللي أكو أكو أنا ما حافظها بس دائما أحب أحفظها صعب علي اللي هي بما معناها أنه لا تفكر بشيء إذا فكرت بي أنه راح يضرك إذا تعرف هذه اللي إذا تبتم لشيء ياسبكم أو ياسب هيتش شيء فيعني ممنوع التفكير يعني هنما ممنوع التفكير يعني لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم يعني هنما ممنوعون صعبة علي بصراحة بس صح فممنوع التفكير أنه لا خلص لا تفكر لازم تفكر لازم تقعد منك ومن نفسك تفعد شوية عن الإيمان وأنا أتمنى كل الأشخاص اللي يحبون يقول القرآن خلي نقول يبتعد ولو ساعة ساعة وحدة عن قراءة القرآن بإيمان ويقرأ القرآن ككتاب تاريخي أو ككتاب عادي رح يكتشف شغلات هو عمرك قد صار لمثلا خلي نقول 20 سنة يقرأ القرآن لكن إذا قرأ القرآن بهذه الطريقة رح يكتشف شغلات ما كان يتوقعها ولا فاهمها أصلا دائما عدهم كل المسلمين أو بالبلدان العربية أو عدنا بالعراقية كثرهم وبالأخص قد الشيعة اللي هي حسينيات وحوازات يعلمون القرآن مثلا دوراتي تعليم القرآن لكن ما شف الدوراتي تفكير القرآن بقي هاي المشكلة نتعلم القرآن ونحفظ القرآن لكن لا نفهم لازم نفهم القرآن دورات تحفيظ القرآن حدث بلا حرج يعني بالضبط هو رجالا ونساء يعني عدنا إحنا أنا أفوت حوزة وخلال سنتين أو ثلاث سنوات أطلع لابس معمم أنا سويت فيديو قبل شهر تقريبا قلت بهذا الفيديو هوي ناس أنه يعرفوني أنا شاف جنسيا ولوطي لكن صدقوني راح يجيون أنه أنا راح أخلي الناس صلى وراي قلولي شلون فقالا وشلون قلت لهم دور رجالة أروح للكعبة وآخذ سلبه للكعبة وأسوي جمعيات خيرية وأزوج أرملة وأعرف أيش وأطلع أنه أنا الملاك وأنا تبت فالناس راح تجي يسميني هي حج جئسيين وصلى وراي تتخيل أنت فالناس تهم هالمظاهر وإذا مثلا شاف السيد أو ما هو هيد شي شايف ما عرف منه يحبون العبودية للأسف الشديد هن ورطة العبودية وراتة يعني هي هون هون المصيبة الكبرى يعني مثل ما حكينا كثير فيها أنه مسألة القروض يعني تجربة القروض الخمسة يعني بطة 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 في تعليق من هون بيقول ريكالة ريكالة ديز سامثنغ لائدسة بقول لماذا تقرأ الدين يا أما تصبح ملحد ستصبح داعشي تحية لكم وتحية لأمير البحث شجاع البغدادي طبعا من كل تأكل بيقرأ الدين يا بدا يصبح ملحد يصبح داعشي طبعا لأخ مستر بلاك بيقول مرحبا كيفك صديقي جان أشكرك على الحلقة رائعة وبالنسبة للضيف العزيز أتمنى يعيش بحالي أفضل وتحياتي لكم طبعا هو متابع الكتابة ورح نقرأ التعليق بس يخلص كتابة يعني طيب أحسين شو عندك تقول هلا شو عندك تقول للناس للأصدقاء للشايفين شو بدك تقولهم شو إذا هلا قدامك الماكروفون إلك ورسالة بدك توجهها لهم شو بتقولهم شو بتحب تقولهم صراحة هيا إن شاء الله تحب أقول لهم مثل ما قال صديقك اللي كانوا إياك أحب عحد الحلقات إحنا نعيش هاي الحياة مرة وحدة هي أما تكون أو لا تكون عيش إنسانيتك الإنسانية أهم من هذا الخرافة اللي إنت جاي تعرف حاول تباوع لي أو تباوع على غيري كإنسان إحنا مو حيوانات إحنا مو يجب أن نسحق لا إحنا نستحق الحياة رسالتي أوجيها لكل المثليين المثليين أرجوكم طلعوا من المكان اللي إنتوا موجودين في عيشوا حياتكم مثل ما إنتوا تردون إنتوا راح تعيشون هاي الحياة مرة وحدة مو مرتين تركوا هذا رب اللعين اللي جاي ينقل بكم ليه المعنى غارب وإنتوا مسكين بيه هذا حل للقتلكم فاروفوا وجهروا بإلحادكم ومثليتكم لأن إنتوا صاح لأن إنتوا تستحقون الحياة فاروفوا وأنا راح أكون في تركيا أي شخص يحب أساعده يجي لتركيا يقدم لجوء على مكتب الأمم المتحدة اللي موجودة في تركيا بيتي وأني موجودين راح أقف فيها قدر لمستطاع وحيكون نفس المكان وحيطلع ب هذا البرنامج وعد فاروفوا وطالبوا بحفوظكم لا سبتوا هاي راحة المثلية الأهم يعني بالضبط طبعا أنا بدي أذكر أصدقائي إنه بكرة عندي الساعة خمسة بتوقيت لندن في رجعنا نبينا سامي الديب بحلق بأحلى حلقاته يعني هو راح في الكتاب ألف عن موضوع القرآن وراح نتنابش براح يشرح لنا شو قصة الكتاب هذا راح كنا حلقة كاملة عن ترجمة القرآن خلينا نقول ترجمة القرآن يعني يضاهي النسخة السعودية كما قال نبينا سامي فياريت أصدقائنا تموا معنا بكرة الساعة خمسة بتوقيت لندن موعد مع نبينا سامي الديب طيبة أنا بتشكرك كتير أخي حسين على كواجدك وعلى وقتك السامين معنا شكرا لك شكرا لك بس أندي مشكلة لأنه أعتقد تليفوني خلص شحن أتمنى صورك تكون واضحة صورتك واضحة وأظن الحلقة خلصناها بكفي ساعة شكرا لك شكرا لك شكرا شكرا لك بكل تأكيد شكرا لك حسين وأنا بشكر أصدقائي على المتابعة ومثل ما قلت بكرة الساعة خمسة موعدنا مع نبينا سامي الديب وقد يكون ساعة 8 كمان بتوقيت لندن حلقة أخرى أنا رح أشوف المواعيد وأنا بعتذر على الأيام اللي راحت كان المفروض نقدم فيها ولكن الناس ما ساعدنا فأنا بتشكركم وإلى اللقاء في حلقة قادمة أصدقائي إلى اللقاء إلى اللقاء شكرا لك